بينكم السلف بيننا وبينكم الكتب كان رحمة يقول أهل بداعب بيننا وبينكم الجنائب ما نصيحتكم لأخت عندها الوسواس عن الأخوات أو الصاحبات فما هي نصيحتكم لها بارك الله فيكم هذا الوسواس أنواع هناك الوسواس القهري وهو مرض نفسي معروف له علاجه الكلينيكي يعني له أدوية يعالج بها المريض وتعطى له يظهر بالطبيب النفسي يعالجه هذا الوسواس القهري وحيانا يأتي بصور عدة وإذا فكت عنه المريض قد يتطور معه إلى هيئات وإلى خيالات إرها حتى يتخيل كأن إنسان أمامه يخاصبه أو يتكلم معه أو يفعل أمامه ما يسوه فعليه أن يبادل إلى مراجعة الطبيب النفسي للعلاج النوع الثاني من الوسواس خواطر من الشيطان ينفذ في نفس المسلم أموه فهذا يذهب بالاستعادة من الشيطان الرجيم الذين إذا مسهم طائفهم فهذا يستعيد بالله عز وجل من الشيطان الرجيم يستعيد بالله من الشيطان اللهم إن أعوذ بك من همزلات الشيطان وعوذ بك أن يحضرون فيستعيد بالله من الشيطان الرجيم كلما نفذ الشيطان في روعه ضمن السوء بإخوانه عليه أن يستعيد بالله من ذلك ويقول في نفسه هذا من الشيطان يريد أن يوكع بيني وبين إخواني العداوة وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن عداوة الشيطان لنا وأنه يتصلق على الإنسان فجاءت الحديث الذي أخرجه ابن حبان وغيره وهو حديث صحيح قال إن للملك لما في قلب ابن آدم وأن للشيطان لما في قلب ابن آدم وأن لمت الملك إعازا بخير ودعوة إليه وأن لمت الشيطان إعازا بالشر ودعوة إليه فالإنسان إذا وجد إعاز بالشر بأي صورة فيعلم أن هذا من الشيطان الرجيم عليه أن يستعيد بالله منه ولا يتماذى معه ولا يحقق ما يريد بل جرد الصلحاء أنهم كلما جاءهم واعز بالخير مع شخص أو في عمل بادروا إلى فعل عكسه إرغاما للشيطان حتى يهرب الشيطان منه يستعيذ بالله من الشيطان فإذا كان الإعاز بأن يعمل سوء مع شخص أو يظن سوء بشخص لسه فقط يحسن الظن به بل يدعو له ويستغفر له ويهدي له هدية حتى يغيظ الشيطان وينحرق الشيطان كلما جاءه الشيطان بداعية سوء بمقولة سوء بهم سوء على أخ من أخوانها أو أخت من أخواتها أنه لا يكتفي فقط بأن يستعيذ من الشيطان الرجيم بل يدعو لهذا الأخ أو تدعو هي لهذه الأخ وإذا تمادى تعمل معها معروفا تقدم لها هدية ويقدم له هدية ويعمل معه الخير ويساعده بل يذكره بخير ويحرق الشيطان في وسوسته الصيئة على أخيه أو على أختها المسلمة فهذه من الأمور التي يفعلها الصلحاء في معالجة مثل هذا الوسوات النوع الثالث من الوسوات خواطر خواطر تأتي الإنسان ولا تليق في حق الله أو في الدين فهذه على الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يمسك عن هذه الخواطر ولا يعود إليها ولا يلتفت إليها والله عز وجل بإذن الله ينصره ويعينه وقد ورد عن ابن عباس في هذا النوع الثالث من الخواطر أنه يقول قل اللهم مالك الملك تأتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ووردت أيضا بعض الأذكار الأخرى فإذا استعاذ بالله من الشيطان وصرف عنه هذه الخاطرة وانشغل بغيرها وإن شاء الله لا تضره والحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس وانشغل بغيرها وانشغل بغيرها